أعظم الشرف أن تحوي في صدرك وبين جنباتك كلام الواحد الأحد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وجاء في لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه روا هذا الحديث عبد الله بن حبيب السلمي وهو مسادات التابعين رواه عن عثمان رضي الله عنه أتعرف ماذا فعل؟ مكث يقرئ القرآن في مسجد الكوفة أربعين عاما وقيل سبعون عاما أتعرف كيف ختمت حياته؟ كان يقرئ القرآن في المسجد فقبض وتوفي وهو يقرئ القرآن في مسجد الكوفة رحمه الله وغفر له وأعلى منزلته فالعبرة بالخواتيم ومن شب على شيء شاب عليه ومن مات على شيء بعث عليه